السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته مع الوحدة السبعة ده اكتب عنوان يعني الناس والكوكب اول حاجة عندنا حاجة اسمها دروة المائضة للصلاحة للأكل اللي ايه معالق وشهوك كده تاكل بها بعد ما تخلصتم وكلها هي نفسها بتتاكل الشوكة او المعلقة او السكينة بتتاكل عاجل اسمها يبقى مصار دراجات بايك باث اتحلل ان هو يدوب يعني دي كومبوز يمنع مونير في الظلام حاجة بتناهر في الظلمة يعني اللي بتبقى معمولة من مادة فسفورية كده بتناهر في الظلمة ايه الشرط دي بقى انه حاجة كل دي صفات للحاجة اللي جايب يعني تي شيرت بناهر في الظلمة فكل دي صفات لما يبقى عندي اكتر من صفة الحاجة واحدة بعمل بينهم الشرطة اللي انت شايفها دي شفات الترشيح او الفلطرة اللي بتصفي الحاجة اسمها باكتيريا باكتيريا امراض اختراعات مدونة بلوغ كوكب سككين قلنا قبل كده السكين اسمها كن اي اف اي كن اي اف اي معلش عزوين على خط المحب بكتب الماوس فخطتها لازمون شايفين كده طيب قلنا بقى سيدي اي كلمة متاهبة اف او اف اي لما اجا جمعها بشيل الف او اف اي اللي في الاخر دي بحذفهم وحطوا مكانهم في اي اي اس بقى ايه نايفز زي وايف زوجة جمعها وايفز زي وولف زي بجمعها وولفز واحد جزا ملائق معالق سبونز بلاستيك 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 لا بلاستيك بلا لا بلاستيك لذيذ تايستي طبعا او يومي او دليشيس خدنا معاني كتير تايستي ركوب الضررات سايكلينج الناس اللي بتركب الضررات باسم معاني سايكليستس سايكليستس محيط اوشن قلنا قبل كده عملها سي بعدها اي او اي او وي وحرف المتحرر من طبع بعد ايه اوشن اوشن محبوب او مشهور دقيق البيئة ان فيرومنت ان فيرومنت امن تعليقات مش كومنتس كومنتس وانت قطي مع الاس ما تقولش تس مش كومنتس لا كومنتس مادة خام طاقة الشمسية خطير خطير تعريفات تعريفات بكتيريا صغر جدا نشوفهاش يعني تقدر تسبب الامراض او تتسبب الامراض يتحلل انه يدوب او يتفتت لقطع صغيرة مرض يعني او او مرض يخزن معناه انك تحتفز بحاجة انك تتخزن همتعينها اه اختراعات عظيمة اول حاجة اللي هو ممرو الدراجات اللي بنار في الضلمة يعني لو انت تركب العجلة لو ماشي بالليل معك شو نور ولا حاجة تقدر تمشي على الطريق ده وتشوف في الضلمة عادي ايه حاجات زي موقعنا بتتاكل يعني شوكة ومعلاقة وسكينة وحاجات من يتخلص اكل بها وبعدين هتاكلها عادي دي شفاطة كده بس بتخليك متتعبش ازاي هنقولك من شوية قرده الافعال stay stay glow glow يخزن stored يزيل يشيل حاجة يعني remove removed يحل solve solved solved يسبب cause caused يعرف no new known يأكل eat eat eaten يشرب drank drank مرحبا بكم في welcome to اختراعاتي my own inventions اختراعات رائعة cool inventions cool مفيد لي good for good for ليلة او بالليلة يعني at night at night يمر خلال pass through pass through عدد اقل من الناس fewer people fewer people يمرض او يتعب يعني get sick get sick بنكهات او اطعم مختلفة in different flavors in different flavors اثناء النهار بالنهار يعني during the day during 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 the day رجبات سريعة take away food take away food bad for for in the ground لمدة طويلة for a long time for a long time يدخل في get into فكرة افضل a better idea a better idea ولك people and our planet الناس والكوكب قالك يا سيدي welcome to my invention blog inventions blog اهلا بكم في مدونتي عن الاختراعات I love learning about inventions that helps the planet انا بحب اتعلم عن الاختراعات اللي بتساعد الكوكب I really want to make my own inventions when I'm older انا نفسي اعمل اختراعات خاصة بي لما اجبر here are some cool inventions you might not know about دي بعض الاختراعات المهمة اللي انت ممكن ما تكونش عارف عنها اول حاجة the edible cutlery قلنا الاول ادوات الاكل الصالحة للأكل I like having take away food with friends and family is great انك تطلب واجبات سريعة وتكونها مع اصحابك او عيدك دي حاجة حلوة ومع ذلك plastic knives المعليق السركين البلاستيك forks thwack and spoons والمعليق البلاستيك are bad for the planet طبعا البلاستيك قلنا مضير جدا للبيئة لانه ما بيدوبش usually use plastic cochlear once عادة الحاجات البلاستيك المعليق والشرك وسكين البلاستيك بمستخدمها مرة واحدة خلصنا اقلب نرميها then throw it away بعد كب نرميها plastic doesn't decompose البلاستيك زي ما قلنا ما بيدوبش ما بيتحللش so it stays in the ground for a long time فبيفضل موجود على الارض مدة طويلة جدا some plastic can then get into the ocean بعض النفايات البلاستيك بتاعتنا ممكن توصل للمحيطات lots of people want to find a better idea ناس كتير نفسهم يصول حل افضل and cutlery that you can eat is becoming popular والوجبات الادوات الطعام اللي ممكن تتاكل بدأت في شهر قوي اللي هو بعد ما تخلص اكل بيهم تكلهم هما نفسهم هي this can be made with a special rice or flour and some edible cutlery comes in different flavors too الادوات دي بتبقى مصنوعة من رز رز وبيتحنوه بيعجنوه ببعضه وبيعنوه على شكل المعالق او الشرق او السكاكين او دي ايه وبيعجنوه برضو ويحطوه في الفرن ويطلع برضو باسهال بكده تاكل بيه وبعد ما تخلص تاكلوه هو شخصيا بعض الحاجات كمان بعض الادوات اللي بتتاكل دي بدأوا يعملوها باطعامة مختلفة عشان يبقى طعامها حلوة نشجع الناس وما ياكلوها طيب تاني اختراع يعني ممرات الدراجات المنيرة في الضرمة كلنا عارفين ان ركوب الدراجات هي طرية جيدة جدا للتنقل او للترحال او الحاجة بتحافظ على جسمك او على ليفتق مفيدة للبيئة لان طبعا زي ما قلنا مبتلاش تلوث في بعض الدول بدأوا نشي يستخدموا حاجات وهم بيصموموا الطرق بتاعت العجل دي ان يتنور في الضلمة بتنور في الضلمة ازاي؟ انها بتخزن الطاقش تمسيه يعني بتبقى زي خطوط كده على الطريق الخطوط دي بتقدر تخزن الطاقش تمسيه بالنهار وتنور بالليل ينور بس مش نور جامد يعني نور هادي كده فاي حد ركب عجلة وماشي بها بالليل فيقدر يشوف الطريق وهو ماشي بالليل عادي وكمان صديقة للبيئة ومبدورش البيئة ثالث حاجة قالك قلنا الليل ايه الشفطات اللي فيها فلتر دي قالك لما بنيجي نفكر في الشفطات اللي بنشرب بيها العصير او الحاجة الساعة وكبان من ده دايما بنفكر ان احنا هنشرب بيها حاجة طعمة حلوة هنشرب عصير ايه بش نشرب مية بالشفطة هنشرب عصير ونشرب حاجة طعمة حلوة اللي هو ايه الشفطة اللي فيها فلتر قالك الشفط ده بيشيل البكترية الدارة من المية البكترية ما تدركش تعدي من الشفطة دي يتوصل لك this makes the water safe to drink وده بيخلي المية امنة للشرب حتى الملوسة الفلتر ده بي ايه بيوصل لك المية بس بيشيل اي كراسيم او مقراط فيها in this way بالطريقة دي filter straws have prevented diseases in many countries الاشتفاطات اللي فيها فلتر دي قدرت تمنع امراض كتير في دول كتير so fewer people are getting sick فبدأ عدد الناس اللي بتعبو يقل what problems do you think we need to fix on our planet tell me in the comments يا ترى في رأيك انت بقى ايه الحاجات اللي انت شايفها المفروض الناس تفكر فيها او الناس تعملها او ايه المشكلات التانية المفروض ندور لها على حلول اكتب لي في الكومنتس مشانا اللي بقول لك هو اللي بقول لك طيب بقول لك this can help people cycle safely at night حاجة بتخلي الناس تسوق بامان بالليل طبعا glow in the dark by path this is something that you can eat حاجة ممكن تقولها طبعا دي ال اه cutlery this can stop people getting sick بتخلي الناس ميتعبوش طبعا دي ال filter strong طيب عشان موضوع التدريبات وبتاعها حل ما هكو التدريبات من دلوقتي عشان ايه بقى الدرسي التدريبات وعشان ايه ما نرجعش بعد كده فين التدريبات يا مستر وكلام ده اه طيب سؤال الليسنينج هو حلين الكتاب مش موجود فانفوته بقى معلشي وذلك we all know that cycling is a good way to travel it keeps you fit and it's good for the environment in some countries people are using a new material for bike passes which glow in the dark solar energy during the day it stores بتخزز نتاقة الشمسية بالنهار then at night the bath closed softly a can see where they are going in the dark طبعا دول من cyclists ركيب الدراجات knives, forks and spoons are kinds of edible قلنا ايه cutlery plastic is very bad for our طبعا البلاستيك مدرد على ال environment or planet plastic doesn't قلنا ايه plastic ما بيحصلوش ايه doesn't decompose ما بيتحللش some a cutlery comes in different flowers طبعا ايه a is a good way to travel طبعا cycling ركوب الدراجات cycling keeps you fit حافظ على لغتك some materials is solar energy during the day طبعا ايه بيخز نطاقة الشمسية a filter straw removes dangerous bacteria الليس ارين الكلام في القطعة filter straws have a diseases in many countries طبعا ايه prevented diseases يعني منع الامراض cyclists can see where they are going in the glow in the dark bike on a path ترتيب بقولك ايه the most important important invention or uh filter tools ببعدو bacteria uh is something a that can cause disease it's important to prevent diseases around the world we usually usually use uh plastic cuddly once filter straws can prevent diseases قطعة بلك when we think of drinking straws we usually think of drinking something tasty however one type of straw solves problems caused by dirty water a filter straw removes dangerous bacteria from water the bacteria can't pass through the straw this makes the water safe to drink in this way filter straws have prevented diseases in many countries so fewer people are getting sick طبعا مترجمتاش لاني لسه قرئة فوق مترجم طبعا بلك زمين idea of the text is about القطعة بتكلم معنى ايه filter straws the underline word tasty معناها طبعا tasty قلنا معناها delicious أو yummy a filter straw a dangerous bacteria طبعا ايه اه ايه dangerous bacteria what can filter straw prevent مالي سايدنا فوق اي كده بيمنع ايه 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 منع الامراط طيب ايه كمان يا سيدي how does the water become safe المية بتبقى امانة ازاي اه اه filter straw ايه ايه the bacteria can't pass through the straw دي على بعضها كده ده السؤال خمس اللي هو من اول هنا لحد هنا ده السؤال الخمس طيب القطعة بقى بيكلمنا اتكلمني عن great invention اختراع جميل او اختراع لطيف ايه بقى لك كلمنا عن سمارت فون مسلا مش عايز تكلم عن سمارت فون خلص تكلم عن اي حاجة تانية قطعة اللي احنا لسا قرينها وزي ما قلت لك قبل كده البر الراف ما بيتحفظت ولا بيتنقل البر الراف بتحاول تكتب فيه لحد ما تتعلم ماش كلام حد بيراحت مره دلوقتي يقول لك احفظ البر الراف وسمعه مع الكلمات زي ما الناس بتعمل البر الراف حاول فيه لحد ما تتعلم تكتبه لانك بعد كده مش تدر بتحفظه فاحنا لسا فيها من دلوقتي ابدأ اتعلم ازاي تكتب بر الراف حاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تلاقي نفسك كتبته وكتبته مية مية بعد كده كل سنة البر الراف بيزيد عدد الكلمات يعني السنة دي سبعين كلمة وهو سلي فاتك كانوا مش عقف خمسين تقريبا السنة اللي قبلها كانت تلاتين او اربعين كل السنة الجاية هتلاقوه مثلا مطلوب منك تسعين كلمة فسنا اقول لعدادي كل سنة بتطلب منك كلمات اكتر فانت لو قدرت تحفظ دلوقتي مش تتحفظ بعدين اتمروا واحدة واحدة لحد ما تتعلم تكتب بر الراف دي نصحتي لكم بالمروض اللي بس يا شباب كده خلصنا الدرس الاول الحمد لله بالتدريبات بتاعته عشان ايه ما ننجعش بعد كده نقولي التدريبات فين واتأخر عليكم وتزعلوا مني كالعادة فانا ايه حبيت ايه اريحكم من دلوقتي فانتظروني ان شاء الله اه اه ابدأ لكم في الدرس التاني ان شاء الله دلوقتي برد ومشاهمان لما اخلص حاول اخلص الوحدة كلها النهاردة وربنا يقدرني اه انتظروني واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله